إلى مباراة التعاون والباطن طبعاً الحالة الأولى وهي الحالة التي سجل منها الهدف الوحيد في المباراة وهي حالة جداً دقيقة ومميزة ونشكر الفنيين في البرنامج اللي أتونا بهذا يعني الرسم الدقيق عن طريق 3D يؤكد أن الكرة لم تغادر ملعب المباراة وبالتالي الهدف سجل بطريقة صحيحة يعني هذه التقنية خاصة في البرنامج لم تأتي من الناقل وإنما من قام بهذا يعني الرسم هم الفنيين في البرنامج ويشكرون عليها صراحة يعني أكدون عيد لعيد اللقطة لحقية الأولى لو سمحت يعني ما فيها أي خروج كلام منها الكرة ما خرجت نعم وشوفوا الدقة في الرسم يعني صراحة أعطتنا إنصاف للحالة أن خلاص سيستعينون إن شاء الله الناقل يستعين بتقنية مثل هذه التقنيات على خروج الكرة وعدم خروج الكرة الهدف صحيح ولم تخرجوا الكرة نعم وحالة دقيقة لأنه الهدف الوحيد في المباراة بولي حالة ثانية نشوف الحالة اللي بعدها طبعا هذه حالة سقوط للاعب التعاون داخل منطقة الجزاء هذه من الحالات اللي دائم نؤكد عليها في كل مرة الحالات التنافسية دائم اللاعب الأكثر استقرار التكوين الجسماني يكسب في مثل هذه الحالات لذلك نوعي صراع بدني عادي نعم صراع بدني عادي اللاعب يعني اللي أكثر تقنية يكسب دائم لا يوجد ضربة جزاء نعم نعم الحالة الثالثة نشوف الحالة الثالثة نشوف الحالة الثالثة طبعا حالة التدافع ما بين اللاعبين كلا الحالات هي حالات استمرار نشوف لاعب الباطن اتجه إلى لاعب التعاون أيضا في الحالة الثانية اللي في الجزء الثاني من الصورة لاعب الباطن يتماسك مع لاعب التعاون الاستمرار هو الحل في مثل هذه الحالات وقفها شوشي وقفها هنا يرجعها بالله يرجعها فراهيم هنا فاول قبل التنفيذ الخطأ قبل التنفيذ صحيح حتى لو كان في خطأ ولكن أيضا لاعب الباطن هو اللي يتجه إلى لاعب التعاون الحالة اللي في الجزء الثاني من الصورة كلا اللاعبين قاعدين يمارسون نفس الدور مع بعض اللي هو في الطرف اليمين حق التعاون أبو وليد في مباريتي اليوم شكرا أبو زياد شكرا أبو زياد الأبرز على كلام الكابتن عبدالله عدم احتساب ضربة جزاء للفيصلي في الدقيقة 90 من المباراة تحكيم له مشاكل شكرا أبو زياد